السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو كنتمنى تكونوا دائما بخيرو على خير وفي احسن الاحوال اليوم غادي نشوفوا فقاس ولكن مش فقاس عادي مش بطريقة تقليدية يعني فقاس بالديلم والفين كنشوفو هاد الفقاس مختلف تماما مفيش زيت وفيه كيميا كتيرة ديال اللوز وزبيب وحتى الطريقة تحضير ديالهم مختلفة تماما على الفقاس العادي هاد الوصفة خديتها من عند شيف دونيا عندها باسي سريف مدينة فس والوصفة من الاختراع ديالها غا نعطيكم ايضا حتى الطريقة اللي نصحت بها الشيف باش ما يتحرقش لنا الزبيب لانا في الفقاس راكم معارفين الى بغينا اللوز يتحمر فالزبيب كيتحرق لنا اليوم غا نشوفو الطريقة باش يبقى لنا اللوز معلك وكيجي الوصفة كلها كتجي من اروع ما يكون في قسم قرمش والديد نمشي ونشوفو الطريقة والمقادير غا نحتاجو مية وخمس وعشرين جرام ديال السكارسينيذا اللي غا نديروه كغاميل انا درتوه هنا في كاثرونا وغا نحطوه فوق النار النار تكون مهيلة ما نحركوش في اللول بالبال وكنخليوه هات كاراميليزا غا نرجعو نشوفوه من بعد غا نحتاجو مية وخمس وعشرين جرام ديال البيض انا عطاني هاد القياس جوج بيضات صغار غا نحتاجو الخمسين جرام ديالزنجلين اللي غا نطحنوه ولكن ماشي ولي ببودر يعني بقى مهرمش عندي مية وخمسين جرام ديالزبيب انا الزبيب غسلته ونشفته مزيان من الماء يعني درتليه البابي ابصوربون حتى ما بقات فيه حتى قطرة ديال الماء وعندي مية وخمسين جرام ديال اللوز اللي قطعتوه عليه جوج وحمرتو في الفران هدا هو السر باش ما يتحركش لينا الزبيب في الفقاس فكا نحمرو اللوز قبل ما نخدموه به علاش باش ملي غا نعجنوه مع باقي المكونات فغا نشرب لنا الرطوبة او السوائل اللي كينا في العجين كنعاودو نحمرو الفقاس للمرة الاخيرة فكي يجينا محمر ومقرمش بلا ما يتحرق لنا الفقاس يعني ما كيحتاجش واحد المدة كتيرة في الطياب غا نحتاجو 7 جرام ديال النكهة ديال فاني ممكن تعاودوها بسكار فاني 13 جرام ديال النافع و 20 جرام ديال زبدال يتكون من اصل حيواني غا ندوبوها ونص كيس من خميرة الحلويات او ميو عادل 4 جرام وعندي 350 جرام ديال دقيق ما درتهاش كلها هنا انا را خدمت غير بالنص ديال المقادير وغنخلي لكم المقادير كاملة في صندوق الوصف ان شاء الله هني خليت الاسكار حتى بدك يدوب وبدك ياخد لون فعاد حركتو بالمعلقه ورجعتو فوق النار حتى ولا كله سائل واخدو واحد لون كاراميلي زي من بعد كنفرغوه فوق بابي كويسون وكنخليوه يبرد باش غادي نهرسوه من بعد نهرسوه لطريفات صغر ونطحنوه في الماكينة ثم كنغربلوه هنيا بعد ما يبرد لينا انا هنا باقي ما بردش مزيان بديس كنقطع غير هادو كالجنيبات من اللي كي يبرد كي يجي ساهل اننا نهرسوه كي ما شفتو انا را سرحتو فوق هادو الورقه ما خليتوش كوش اللي غليظة باش كي يجينا ساهل فاتهرس صافي من بعد غادي نطحنوه في الماكينة ضروري يكون بارد مزيان عاد نطحنوه وكنغربلوه مباشرة من اللي نغربلوه نضيفو ليه البيض باش ما يبقاش يتحجر لينا هنا انا عندي جوج بيضات صغار وعندي هنا يلفاني كنضيفوها مباشرة ورا البيض وكنخلطوه هنا انا رتغلطت لي الفاني مع خميرة الحلويات هنا را ضفت الخميرة ولكن مشي مشكل غير هو يستحسن الخميرة نضيفوها مع الدقيق انا غير غلط سافيك نخلطو مزيان در التراب يدوي او خلطو بيديكم اللي بغيتو نزب دم دوبة تقريبا واحد المعلقة صغيرة عامرة ما يعادي لعشرين جرام اللي درس فالفقاس ما فيهش الزيت وكيجي رائع سافي خلطنا مزيان وضفت النافع الزنجلان النافع حتى هو طحنوه اسمحوا لي نسيت ما قلتهاش النافع مطحون وهذا الزنجلان يكون مهرمش ضفت اللوز الزبيب هني الفاني اللي نسيت الى ضفتو الفاني في اللول فخميرة الحلويات كنضيفوها مع الدقيق سافيك نخلطو مزيان حتى كتنساجم هاد المكونات وكعمدو نزيدو الدقيق بشوية بشوية انا الدقيق عندي ثلثمية وخمسين جرام مدرت هاش كلها وضروري الدقيقي تغربل منقصحوش العجينة ديال الفقاس وف نفس الوقت ماسبقاش مرخوفة بزاف سافيهن بعد ما تجمع ليه العجين كيكون شوية كي يلسق مع سطح العمل هاد هي الكيمية ديال الدقيق اللي بقعت بقعت ليه بالضبط خمسين جرام يعني تقريبا بحلا خدمت بثلثمية جرام ديال الدقيق كنقسمو العجين على جوج انا غندير جوج ديال ليبودا كرشو الدقيق لانه شي شوية كيكون كي يلسق من كتروش دقيق بزاف انا عبرت ليكم الدقيق اللي بقى حتى ساليت يعني حسبت حتى هالدقيق اللي رشيت حسبتو داخل في ثلثمية جرام كنحاولو نقدو جناب ويكون البودا كلو بنفس العرض ويكون يكون القطع بجوج نحاولو انهم يكونوا قد قد او عبروهم بالميزان سافيو غادي ناخدو ابيض بيضة ضفت ليها شوية ديال الفاني بيضة تكون غير صغيرة لان هاد ابيض البيض رما غنحتاجوش كلو فغنحتاجو غير شوية باش غادي ندهنو سافيو كندهنو اللي بودا وغن ندوزهم في زنجلان ماشي محمر الزنجلان يعني عادي بغيتو تديرو اللوز ايفيلي بغيتو تديرو الطريقة تقليدية يعني تدهنوهم ببيض البيض مخلط بالكاكاو او القهوة فكيبقى لكم الاختيار سافيو كندوزو اللي بقاولينا فارغين كنحاولو اننا نغطيهم بالزنجلان بهاد الشكل سافيو كنحطو في اللاط نفس طريقة البودا تاني سافيو كنحطو في اللاط من بعد غن نتكهم ببرة اللي تكون معقمة وكندخلوهم الفران ما يكونش صخون نطيبو فران بارد كلوحدة وطريقة ديال الفران ديالها كيلي كتخليش شوية الباب محلول انا كن نسد عليه ولكن طيبتو فرن غازي ولكن كنحلو واحد مرة اوجوج انا هنا ما ما كنتش مسارية فا ما حليتش عليه وراه دغيه كي طيب يعني ماشي بحل الفقاس العادي دغيه كيتحمر غير اضو مع هالبال انا خليتو شوية اخدالون كتر من القياس يعني طيبوه غير نص طيبه غير يبدي يتذهب من الاسفل صافي انا طيبتو شوية فوت لها طيب كي ما كتشوفو ومن الاحسان نخليه هيبات عاد نقطعوه انا انا قطعتو في نفس في نفس الوقت تقريبا خليتو كتر من كتر شوية من ساعة واحد ساعة ونص تقريبا وقطعتو هنا درت منديل اللي فزقتو وعصرتو مزيان من الماء وغلفت هاد ليبودا من الفوق ومن تحت بالمنديل وزيت من الفوق واحد الكيس بلاستيكي غير باش ارجع عليه هادك الحرارة ودغيه دغيه نقدرون نقطعوه خليتو شوية برد ودخلتو لتلاجه كمل باش يبردليه بسرعة ونقطعوه في نفس الوقت يعني تقريبا واحد ساعة ونص او اقل اللي خليتو صافي وخديت كيتر ايلا كان عندكم كيتر ممكن تديرو هاد العملية يعني تقطعوها ونفس الوقت ما كانش كيتر يعني كان سيكين خصو يكون حاد مزيان او من الاحسان كان فضل انه يبات باش تقطعوه على خاطركم وما يعدبكمش صافي هناكي ما كتشوفو هادا هو الشكل دياله بعد ما تقطع كي يجي فقاس اللي ناجح وكل مقطعناها رقيق كي يجي احسن مهم كل واحد ودوق دياله انا كيعجبني يكون ارقيق كنستفوه فلاتا ونرجعوه الفران يتحمر نسيت ما قلش لكم اللي كي ياخد لون ذهبي من الاسفل يعني كي طيب نص طيبة كنشعلوه واحد شوية الفوق غير شوية والنار اللي كي طيب عليها نار تكون مهيلة بزاف كي طيب عليها نار صافي هناكي بعد ما قطعناه غادي نرجعوه الفران يتحمر كنشعلوه فلول غير من الاسفل نار مهيلة وكنخليوه يتحمر على خاطره اللوز راه ديجا محمر يعني غير السوائل اللي شرب لنا ديال المكونات العاجين فضغية ضغية كي يرجع كي تقرمش وهذا كل اللوز كي بقلينا معلك وكي يجي فقاس من ألد ما يكون هذي لا طلوله وبقليه واحد الكيمية قليلة لاني ما درتش بزاف غير 300 جرام ديال دقيق ما شي كيمية اللي كبيرة كي ما شفته وهذا هو شكله بعد ما خرجتهم من الفران كي يجي فيه واحد اللون كراميلي زي زوين وكي يجي لديد بهذا كل اللوز محمار وزنجلان وعفوان زبيب معلك وبالنسبة ديال النافع فكي يجي مقرمش وفي نفس الوقت هشيش من أرواع ما يكون كنتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة وشكرا بزاف لصاحبة الوصفة لاني صراحة مندمتش لاني جربتها شكرا لكم وإلى لقاء مع وصفة جديدة بإذن الله